السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز لفرض رقم 2 لمادة رياضيات المستوى الدراسي الخامس ابتدائي للسنة الدراسية 2021-2022 الدورة الأولى أو الأسدس الأول إذن تابعوا معي نبدأ بالنشاط الأول أكتبوا جميع مضاعفات 3 الأصغر من 31 وتخالف السفر إذن نجدوا الضرب جير 3 مضاعفات 3 أنا بدأوا من 3 لأنها قلونا تخالف السفر 3 لدينا 6 9 12 15 18 21 24 27 لدينا كذلك أخيرا 30 نمر الآن إلى السؤال الثاني أكتبوا جميع المضاعفات أو جميع المضاعفات 9 الأصغر من 31 وتخالف السفر يعني نجدوا الضرب ديالتسعود من غير السفر أن نكتبوهم حتى نصلوا 31 ما نفوتش 31 إذن عدنا 9 ثم 18 ثم 27 9 في 1 9 9 في 2 18 9 في 3 27 9 في 4 36 إذن ما نقدرش نفوته 31 ندكشيرش غنحبسه في 27 نمر الآن إلى السؤال الموالي أكتب المضاعفات المشتركة بين 3 وتسعة الأصغر من 35 وتخالف السفر خالف السفر ثم 27 كذلك متعلق مع المضاعفات المشتركة بين 33 وتسعة نوالة 9 يعني الأصغر من 35 حيث كان لدي المضاعفات مشتركة بين سعود وثلاثة هنا هي غير اللي صغر من 35 نمر الآن إلى التمرين الثاني لدوزيام كيستيون أكتب قواسم العدد 36 إذن بالنسبة لعدد 36 واحد يقسم جميع الأعداد إثنان لدينا إثنان تقسم 36 ثم لدينا كذلك 3 ثم لدينا أربعة كذلك أربعة في تسعة ثم ستة ستة في ستة ثم لدينا تسعة تسعة في أربعة إذن ستة في ستة سعود في أربعة إثنى عشر في تلاتة ثم 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 تسعة في إثنان ثم ستة وثلاثون في واحد إذا بغنا نحدد القواسم كيكون لدينا واحد العلاقة يعني بين هذا ستة في ستة 36 ربعة في تسعود ستة وثلاثين ثلاثة في تناشة ستة وثلاثين جوجة في تمنتاشة ستة وثلاثين واحد في ستة وثلاثين كييفزيه ستة وثلاثين نمر الآن إلى السؤال الموالي وأكتب مضاعفات العدد 6 عفوان 7 مع 960 100 إذن أكتب مضاعفات 7 المحصورة بين 69 و100 إذن من سبيل مضاعفة 67 لدينا 70 7 في 10 70 7 في 11 77 7 في 12 84 7 في 13 91 7 في 14 98 إذن هنه غنحبسوه حيث ما يمكننا نفضو 100 إذن المضاعفات العدد 7 المحصورة بين 69 و100 هي 70 77 84 91 98 لميل توبل وهم المضاعفات لدي فيزور هما القواسم ننتقل الآن إلى المشاط الثالث أو التمرين الثالث قام أحمد بإصلاح منزله بالزليج فأنفق المصاريف التالية 7500 درهم التمر الكلي للزليج زليج خده بـ 7500 درهم و 3125 ندرهم محصر الحيرافي خلاص هذا كل يرقب بزليج بـ 3125 درهم الذي قام بتركيب الزليج بالإضافة إلى 20 كيس من الإسمنت الذي حتاجه لتركيب الزليج إذن احتاج 20 كيس ديال سيمة لإسمنت حيث أن تمال لكيس الواحد هو 75 ندرهم إذن هذا 20 كيس كل كيس دير 75 درهم السؤال الاول. الف. علما ان الحرفية اشتغل بمبلغ 25 درم للمتر الواحد. ما هي المساحة التي اصلحها احمد بالمتر مربع. هناخده يعني التمن باش خلصنا الحرفي. اللي هو ترزة الاف ومئة وخمسة وعشرون ديرها من. غنقسموها. على ثمن المتر. خمسة وعشرين. على خمسة وعشرين. هزي العملية اللي هنديرو. مقسم على خمسة وعشرين. اذا ننجز هذه العملية هي عملية القسمة. نأخد واحد وصلتون نضرب في واحد. واحد في خمسة وعشرون يساوي خمسة وعشرون. ننجز عملية الطرح. واحد ناقص خمسة لايمكن نضيف عشر للحد. احدى عشر ناقص خمسة يساوي ستة. ثلاثة ناقص ثلاثة يساوي سفر. ننزل باثنان. نضرب الآن في اثنان. 2 في 25 يسوي 50 نجهز عملية الطرح 2 ناقص 0 يسوي 2 6 ناقص 5 يسوي 1 ننزل بخمسة 125 مقصوم على 25 يسوي 5 25 في 5 قد سوي 125 الباقي 0 إذن مساحة أو المساحة المساحة التي أصلحها أحمد هي 125 متر مربع نمر الآن إلى السؤال الموالي با بكم اشترى أحمد الزليجة للمتر الواحد وعبر عن الثمن بالدرهم إذن لدينا الثمن لكل الزليجة 7500 درهم نقسمها على المساحة التي غطينا بهذا الزليج وهي 125 متر مربع سوف نحصل على الدرهم سوف نحصل على سوف نحصل على كل متر مربع سوف نحصل على كل متر مربع شحل الدير بالدرهم إذن نجز هذه العملية هنا 7500 مقسوم على 125 ننجز العملية نأخذ 750 مقسوم على 125 كتسوي 6 لأن 6 في 125 ننجز العملية 6 في 5 يسوي 30 نكتبه 0 ونحتفظ بـ 3 6 في 2 12 زائد 3 15 نكتبه 5 ونحتفظ بـ 1 6 في 1 6 زائد 1 يسوي 7 ننجز عملية الطرح 0 ناقص 0 يسوي 0 5 ناقص 5 يسوي 0 و7 ناقص 7 يسوي 0 ننزل بالـ 0 إذن سنضرب فيه 0 0 في 125 يسوي 0 الباقي 0 والخارج 60 إذن كل متر 60 درهم 60 درهم الآن إلى السؤال ما هو المبلغ الذي أنفقه أحمد على الإثمنت بالدرهم إذن بالنسبة للإثمنت إخداء 20 كيس إذن إخداء 20 كيس كل كيس إخداء بـ 75 درهم إذن سننجز عملية الدرب 20 كيسا مضروب في 75 درهم لنحسب لكي حال إخداء يعني الإثمنت 5 في 0 يسوي 0 5 في 2 يسوي 10 7 في 0 يسوي 0 7 في 2 يسوي 14 عملية الجمع 0 زائد 0 يسوي 0 0 5 1 إذن إشتراء الإثمنت بـ 8500 درهم درهم السؤال الأخير ذال ما هي التقلوفة الإجمالية لهذا الإصلاح الذي قام به أحمد بالدرهم إذن سننجز التقلوفة الإجمالية سنجز عملية الجمع أولا سنجمع 8 لإخداء زليج 7500 درهم سنجز 8 لإخداء المعلم 325 درهم سنجز سنجز 8 لإخداء الإثمنت 1500 درهم الإثمنت يسوي سنجز مية للجمع 7500 زائد 3125 عفوا زائد 1500 وخمسمائة إذن ننجز العملية 0 زائد 5 زائد 0 يسوي 5 0 زائد 2 يسوي 2 5 زائد 1 يسوي 6 زائد 5 يسوي 11 نكتب 1 ونحتفظ ب1 1 زائد 7 8 زائد 3 11 زائد 1 12 إذن التكلفة الإجمالية لهذا الإصلاح بلغت 12 125 درهم 125 درهم نمر الآن إلى النشاط الرابع والأخير نعتبر الشكل جانبه الذي يمثل متلة A B C متساوي الأضلع متلة متساوي الأضلع ألف أنشئ متوازل الأضلع A E F B A E F B بحيث B F يسوي جرز C B إذن B F من هنا لهنا سيسوي جرز هذه المسافة هنا و E F يسوي A B إذن A B يسوي E F إذن أولا سيقص هذه المسافة هذه سنضربها في جوج يعني ستكون لدينا أولا هنا استعمال بركار والثانية هنا ثم نتميم باستعمال مسترة و نرسم القطعة B F إذن نحن يعدنا B وهنا نعدنا F النقطة هذه F حيث أن المسافة B F تسوي جرز مرة C B يعني هنا يعني هذه تسوي هذه وهذه تسوي هذه يعني هذه المسافة ضعف هذه المسافة إذن النمر الآن الذي نرسم F إذن سنقص F سنستعمل البركار إذن نقص هذه المسافة هذه قطعة A B سنضرب الشوكة في النقطة F سنرسم عفوا سنرسم واحد القوس ثم بعد ذلك نقيص المسافة B F ثم نضع شوكة البركار هنا في النقطة A ثم بعد ذلك نرسم قوسا آخر إذن بالنسبة لهذه النقطة نقطة التلاقي هي النقطة أو هي يعني هي النقطة A نتمين باستعمال المسترة إذن هي النقطة إذن هنا عندنا A F B إذن A F B بحيث هذه المسافة تساوي هذه المسافة أو طول القطعة A B يساوي طول القطعة F يعني عندهم نفس القياس بنسبة هنا كذلك فسيكون عندنا طول القطعة B F يساوي طول القطعة A E لماذا؟ لأن متوازي الأضلاع كل ضلعين فيه متقابلين متقايسا ومتوازيا متقايسا متقايسين يعني عندهم نفس القياس ومتوازيا يعني لا يلتقيا نمر الآن إلى السؤال B أحسب قياس الزاوية A B F إذن أولا هنا متلت A B C متساوي الأضلاع بما أن مجموع قياس الزاوية المتلت يساوي 180 فإن 180 مقسمة لذلك تساوي 60 يعني هنا عدنا 60 وهنا عدنا 60 وهنا عدنا 60 درجة إذن عدنا هنا الزاوية هذه كاملها تساوي 180 الزاوية C B F تساوي 180 سنحيد منها 60 الزاوية C B A وغا تبقى لنا الزاوية اللي كنقلب عليها إحنا A B F إذن قياس الزاوية A B F نكتبه هنا يساوي قياس الزاوية C B F هذي المسرحة هذي اللي كتساوي 180 غا نحيد منها قياس الزاوية C B A C B A التي رأسها B يساوي قياس الزاوية C B F هذي يساوي 180 درجة نقسم منها 60 درجة قياس الزاوية C B A C B A 60 درجة 180 نقسم 60 كتساوي 120 درجة إذن قياس الزاوية قياس هذي الزاوية كتساوي 120 درجة نمر الزاوية الموالية B A E إذن عدنا B A E هذي 140 نعلم أن مجموعة زاوية يعني متوازل أضلع كتساوي 360 درجة يعني مجموعة ديالهم كاملين هنا عدنا وكن نعرف كذلك الخاصية تقول كل زاوية متقابلة متقيستان يعني هذي 120 وهذي 120 يعني 120 زائد 120 هي 140 يعني هذي الجوج اللي بقاولينا غدي يكون فيهم 360 هنحيد جوز الزاوية إذن ننجز العملية إذن قياس الزاوية B A B A التي رأسها A B A إلا زدنا لها B F A زائد قياس الزاوية B F A يساوي 360 هذه ناقص 120 في جوج ناقص 120 مضروبة في 2 يساوي 360 ناقص 140 كتساوي 120 يعني هذي العمليات كتساوي 120 إذن B A A حيث هذي عندهم نفس هذي جوج عندهم نفس يعني غايكون عندهم نفس القياس متساوي يعني جوج B A E كتساوي 120 يعني وحدة كتساوي 120 مقسوم على جوج كتساوي 60 درجة إذن قياس الزاوية B A E هي 60 درجة السؤال جيم استنتج كل من قياس الزاوية A E F A E F هذي و الزاوية B F E B F هذي إذن كم مقنى الخاصية تقول كل زاويتين بالنسبة المتوازر الأضلع كل زاويتين المتقابلة المتقيسة هنا 120 هنا ستكون 120 هنا 60 هنا ستكون 60 إذن قياس الزاوية A E F التي رأسها E تساوي 120 درجة وقياس الزاوية B F E التي رأسها F تساوي 60 درجة إذن عدنا 120 هذه 60 وهذه 60 إلا 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 120 وزدنا 120 وزدنا 60 وغلقوه 360 مجموع ديالهم كامل 120 120 200 و 140 زائد 60 300 زائد 60 360 إذن مجموع ديالهم كامل كي يساوي 360 60 درجة درجة شكرا